أهلاً وسهلاً بكم متابعي قناة هوم تولز في فيديو جديد لك أنتمنى هنا الإعجاب لكم ألقاكم في تمام الصحة والعافية أنتم ما كنتشاهدوه دائماً مع جديد في عالم الأدوات المنزلية جديد التكنولوجيا المذهلة كذلك الابتكارات والاختراعات وبعض الأفكار والحيال اللي بلا شك قد ساعدنا في ترتيب وتنظيم وحتى تنظيف البيت بطريقة سهلة وغير شاقة كذلك ساعدنا في استغلال المساحات الصغيرة والضائعة خصوصاً بالبيوت ذات المساحات الضيقة فخليكم مع تتمت الفيديو إلى الآخر لأنه كله أفكار وإفادة نبدأوا الفيديو بهذا المنظم اللي يجي لها الشكل هذا اللي هو عبارة عن سطة الكبير وعدوا واحد المقصمات اللي يجي لداخل قدروا نضموا فيها الأرز وكذلك القطاني وكي يجي معاها الغرف اللي تحت اللي بالضغطة وحدة كننزلوا فيه ذاك الشي اللي احنا بحاجة لي وشكل دياله كذلك زوين ومنظم كذلك نتعرفوا على هاد الابوبل هذا ولا هاد السطل هذا اللي صغير قابل اللي يطيق كما كتشوفوا معايا نقدروا نركبه في بب ديال البلاكر ونخدمه فيه أثناء تحضير الطعام وكذلك كي يجي معاه المجار الصغير اللي بالغطاء دياله اللي نقدروا نخبه فيه الأكيات البلاستيكية أما في البقطع المولي فاغنتعرفوا على هاد القطعة هادي لنقدر نخبه هالفلفل مثلا أو لا تحضير المحشي نقدروا نستعنو بها لأنك تشوفوا معايا جد عملية فمن خلالها كنت تخلصوا من دكشي اللي كي يكون داخل الفلفل كذلك نتعرفوا على هاد المنظيمات اللي لشكل مقابض كتجي هاكا في هاد الكيسة اللي كنعلقوهم في التلاجة عندهم هاد المغناطيس وكتجي على شكل جازارة وكنقدروا نجمعوا بيها مجموعة دي الأكيس سواء في المجميد أو لا الأكيس اللي كتكون فيها أغراض وكتشيط وكتبقى عدنا فكنجمعوهم بهالطريقة هادي وكذلك شكل ديالهم كيوت أما في هاد المقطع فاغنتعرفوا على هاد البانيو اللي كي جمع الشبكة دياله نقدروا نغسلوا فيه وفي نفس الوقت نشفوا فيه كما كتشوفوا معي الخص وقعب اللي الطيب هنا في هاد المقطع غنتعرفوا على هاد المنظيم ديال البيض اللي كيجي على شكل الصندوق أو بواطة به هاد الشكل هاد ولا هاد الحجم كبير وعنده جوج ديال المجورة اللي على شكل بلاطوية ديال البيض وكهزوا كمية كتيرة ديال البيض كيجي واحد فق واحد وكل هن كيجيوا لداخل قدروا نضموهم فوق البلاكار او الليحته في التلاجة وشكل ديالهم شفاف فاما لبعض الاعمال اللي كتطلب منا انتحناوا على الظهر ديالنا فعدنا هاد المنظيم او لهاد الكرسي الصغير اللي كان لبسوا به هاد طريقة هادية وكنا قدروا نتنقلوه من الماكل الاخر ونخدموه حنا يقالسين هنا كدلك عدنا هاد المنظيم اللي على شكل مشار كيجي هاد شكل علاقة في هان الشار شكل دائري وكيجوا في هاد المقابط مباشرة كما كا واضح في الفيديو فاكل لسقوه في الملابس الصغيرة مثل الملابس الداخلية الجوارب وغيرها كدلك في هاد المقطع غن تعرفوه على هاد الصفاية اللي كرن رتبوها هاكا في البطاجي ومن خلالها يعني كنجمعوا البقايا ديال الاكل وهاكا ما كيوقاش معنا الاختناق في الحوض كما كتشوفو معايا كدلك في هاد المقطع غن تعرفوه على هاد الفرشات اللي السمك ديالها صغير جدا ومن خلالها كان قدروا نضفو مجموعة ديال اماك اللي كتكون صغيرة مثل لفابو ولا جيها ديال الروبيني ولا الصنبور كما كتشوفو معايا كتوصل مجموعة ديال اماك اللي كتكون صغيرة ولا لحتى القناة وحتى الزليج كذلك والارضية وحتى الحواشي ديال البانيو لديال طسا ديال الحمام الى غير ذلك من التنظيفات اللي كتكون صعيبة في المنزين ديالنا خصوصا في الحمام او لم نطبخ او شخصيا قدر نستعملها مثلا حتى تكون خاصة عندي غير تلاجة كما كتعرفون قدروا نستعملها كذلك كما كتشوفو معايا فعدها استعمالات متعددة والفائدة ديالها كبيرة جدا رغم ان شكل ديالها صغير فكما كتشوفو معايا معدات ومستلزمات لاصباحة ضرورية في البيوت ديالنا خصوصا المرأة العاملة لكتعاني من ضيق الوقت او لحتى تربات البيوت لانها الادوات والاجهزة فكي ساعن الحياة اليومية وبالتالي كربح الطاقة والرحة النفسية واليومية ديالنا تعرفوا على هالكرسي هذا كما كتشوفو معايا عنده الروايد ومن خلاله نقدروا نستعملوا مجموعة ديال استعمالات كذلك نقلوا فيه بعض الاغراض اللي كتكون تقيلة وهنا نتعرفوا على هالبانيو اللي كيجي مع هالشبكة كما كتشوفو كذلك عنده وحد الفرشات اللي هي دائر ينقدروا نغسلوا فيها مجموعة ديال الفواكيه اللي كتكون صغيرة ديال الحجم وكيكون فيه بقايا ديال التوراب هنا تعرفوا على هاد المنظيم اللي على شكل غيطاء نقدروا نستعملوهم مجموعة ديال استعمالات نغطوا به الكأس كما كتشوفو معايا وهو ديال السيليكون وكيجي فيه ألوان مختلفة في هذه المقطع غنتعرفوا على هاد المنظيم اللي كيجو فيه ثلاثة السوبرات يعني مجموعين وعدهم الغيطاء ديالهم وكذلك عنده واحد ثلاثة الأكواب اللي كتجيل تحت وكنتبتو في الحائط وبهد الأكواب يعني كان ضغطو بالكوب كيخرجنا ذاك الشي اللي احنا بحاجة له كذلك كانت تعرفوا على هاد الممساحة اللي كتجعلها تشكل دائري وبالعصى ديالها هاد العصى اللي كانت حكموه في الطول ديالها حسب الحاجة ديالنا نقدروا ننظفو بيها السقف وحتى الأرضية وكذلك الحائط فمستلزمات ومعدات اللي هي جد حديثة ومبتكرة لأي سيدة بيت كتمنها والبعض ديال هاد الأدوات والأجهزة خصوصا الصغيرة منها فما كيتعداش ثمانية عشر والعشرين ديالهم خصوصا المنظمات الصغيرة اللي خاصة بالحمام او لا المطبخ فكما كتجوفوا معاي كذلك هاد المنظم اللي خاص بالصابون أو السائل ديال الأواني وكذلك الممساحة اللي نتعرفو اللي هاد المقطعها هاد ولي هاد المقشير اليداوي اللي كان ننظمو فيه الخضر للفواكه وكان نقشرهم بشكل دائري أدوات وأجهزة ومستلزمات منزلية لبعض منها نقدروا نستعملوه اللي نحتاجوه في البيت والبعض الآخر نقدروا نحتاجوه في العمل وفي البيكنيك او لمشينا البحر بحل هاد المنظم ديال الأكل كما كتشوفوا معاي اللي هو علش كالبواطة وفيها مجموعة ديال الصوحون الداخل وكيجي كذلك بل معلقوا الفرشات دياله وكيجي بهاد الكيس هذا لنقدروا نحمله فيه الغذاء مثلا اللي كاننا خارجين وغدينتغدوا خارج البيت فأدوات ومستلزمات لربما شاهدناها في محلات تجارية ومعرفناش طريقة الاستعمال وطريقة الاستخدام ديالها فلذلك كنقدموه هاد الريديو المبسط باش كن من خلاله كنشرحو وكنتشوفوا في الفيديو كل جهازه لكل أداة طريقة الاستعمال وطريقة الصحيحة للاستخدام ديالها فأما للحصول على الأدوات والمستلزمات والمنظمات المنزلية فهناك عدة طرق طريقة الأولى اللي هي الأسواق اللي عدنا في الحماد ديالنا الخاصة ببيع الأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية كذلك المحلات التجارية الكبرى مثل كارفور مرجان ايكيا بريمارك ألدي والليدل وغيرها من المحلات التجارية فلا بغينا نسوقوا بهذه الطريقة مع لنا إلا نقلبهم زيان في المحلات اللي كتكون قريبة لنا مثل الدكاكين أو لا المحلات الخاصة ببيع المنتوجات الأدوات المنزلية الصينية وكذلك المتاجر الكبرى اللي كيشتغلوا بمجلات يا إما شهرية ولا أسبوعية نتبعوا المجلة ونشوفوا كل أسبوع عشنه غير نزلوا ونشيوا المحل التجاري وكنسوقوا الأغراض بإدينا أما الطريقة الثانية فهي عبارة عن صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل التليجرام والفيسبوك مثلا فلا بغينا نسوقهم الفيسبوك مع لنا إلا ندخله بالحساب دينا ونكتبوا أدوات وأجهزة منزلية ونكتبوا مباشرة اسم الجهاز اللي احنا في حاجة له والفيسبوك مباشرة غير طرحينا مجموعة دي الصفحات الخاصة ببيع هذه المنتجات واللي موجودة في البلد دينا وفي هذه الصفحة كاللقوا المعلومات الخاصة بهذا المنتج وكذلك كيشرح لنا طريقة ستدفع والتوصيل بهذه الصفحة لأنه ضروري أن توصلوا معاهم أما طريقة ستدفع فغالبا كتكون لحظات الشراء وصفحات أخرى كتكون لحظة التوصل بالمنتج وأما طريقة التوصيل فكتكون بتمان مناسب لأن هذه الصفحات كتقدى بالجملة وموجودة بالبلد دينا هذه الميزة دينا لذلك التوصيل كيكون بتمان جد مناسب أما الطريقة الثالثة للحصول على أدوات والأجهزة فهي خاصة بالناس اللي ما عندهمش الوقت للتسوق أو للناس اللي بغي يحصلوا على أدوات وأجهزة اللي بقى موصلش للأسواق دينا وبقى في الصين فقط وهي عبارة عن تطبيقات أونلاين مثل تطبيق ألبابا اللي خاص بالتجار يعني بالجملة مثل صفحات اللي موجودة بواقع التوصيل الاجتماعي أو للمحلات التجارية اللي كان في البلد دينا فكيتسوقوا بالجملة وكيعدوا يبيعوا هذه الأدوات هذه كذلك عدنا تطبيقات أليكس بريس أمازون أوشين لمؤخرا كذلك بدأت تشتغل هذه الأدوات والأجهزة المنزلية فإلا بغي نتسوقوا بهذه الطريقة ما علينا إلا نزلوا التطبيق اللي حبينا بالجهاز دينا مثلا أليكس بريس ولا أمازون إن بدأوا عملية البحث نكتبوا أدوات وأجهزة منزلية ولنكتبوا مباشرة اسم الجهاز اللي احنا في حاجة له وهالتطبيق مباشرة غير عرض لنا مجموعة الأدوات والأجهزة الخاصة بالمنزل اللي كتكون متشعة بها حسب البحث دينا كذلك من لحظة تخصيار المنتج فكيخرج لنا معلومات مباشرة خاصة بهات المنتج مثل لون الوزن مادة الصنع الطول العرض إلى آخره كذلك كيشرح للموقع طريقة الدفع والتوصيل أما الدفع فكيكون لحظة الشراء يعني بلا كارد الفيزا فما نخافوش للمعلومات الشخصية دينا ولا البنكية فهي في آمان كذلك طريقة التوصيل فكتكون حسب المنتج وحسب السعر اللي حطينا كذلك عدنا ميزة ديال الشراء السنوي اللي بغينا نشاركه بالتطبيق فكان ندفعه واحد الميزة يعني مثل 30 أورو تقريبا بالأورو وكان نتوصله بالمنتوجات اللي شرين مدة ديال سنة كاملة وكذلك في كل المنتج كنختاروه كندخلوه نشوفو الآراء ديال الناس وأحينا نكيحطوه حتى صور واقعية ديال المنتج وكذلك كنشوفو الآراء ديالهم كيكتبوها ولا كيعطيوش حل من جمال المنتج وهكذا كنناخدوه واحد الفكرة قبل الاقتناء ديال هاد المنتج ومنساوش الميزة الخاصة بها التطبيقات هذي اللي هي ديال أسبوع ديال التجربة ديال المنتج فاللي عجبنا ولمعجبناش نقدروه نغيروه أو لحتى نرجعوه دائما غنحتارمو القانون ديال التطبيق اللي تسوقنا منه وهذا هو مثل الطرق اللي بغير نذكركم بهم فلا بغير نشي حاجة غير نقلبوه مزيان وندخلوه مرة مرة خصوصا لها التطبيقات ديال أولاين كلا أنه كتكون تخفيضات مهمة جدا خصوصا نهائة الأسبوع أحيانا كتكون بروموسيان غير في التوصيل كيكون بالمجان فلا بغير نشي حاجة نقعوه ندخلوه مرة مرة هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي كنتمنى يكون الإعجاب ديالكم ولي كذلك ما تبخلوش ليه باللايك أو جين فهكذا الفيديو كي تقترح وكي يطلع في البحث وكيوصل الناس المهتمين بهذا الأدوات التكنولوجيا المفيدة لنا كاملين أما لما أعجبكمش الفيديو فمعليكم إلا تحطوا ديز لايك وإلا أعجبكمش منتج من هاد المنتجات اللي شاهدنا في الفيديو معليكم إلا تكتبوا لي الدقيقة بالضبط اللي عرض فيها المنتج وأنا غنجوبكم مباشرة برابط الشراء لقوني الفيديو قادم بإذن الله خليت لكم الراحة بسلام عليكم